بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حلقة نهاية الاسبوع وبالتأكيد هيكون عندنا كلام كتير جدا ومهم جدا على مباراة الاهلي والبرمز اللي هتقام باذن الله بعد 48 ساعة المباراة تحدد اقامتها يوم الجمعة الساعة 9 مساء باذن الله على استاد القاهرة الا الدولي مباراة هامة جدا مباراة صعبة جدا مباراة قد تكون حاسمة في شكل المنافسة على بطولة الدوري رغم عدد المباراة الكثيرة المتبقية خلال المرحلة القادمة الحالة النهاردة كمان فيها تفاصيل مهمة جدا متعلقة من طاقم تحكيم مباراة الاهلي والبرمز هل اتحاد القرص تقرر بشكل رسمي على حكام هذه المباراة هل هناك استقرار وهل هناك رد رسمي من احد الاتحادات الاوروبية لادارة هذا اللقاء كواليس والتفاصيل هتسمعوها بعد شوية من خلال برنامج التريند كمان الاتحاد الافريقي اعلن منذ قليل تأكيدا لما اعلننا بالامس بشأن موعد واجراءات سحب قرعة الادوار التمهيدية لمسابقتين دور الابطال وكأس الكون فيدرالية نهاردة عندنا تفاصيل عديدة وتأكيدا لكل الاخبار اللي نشرها واعلنها بالامس حاجة كمان مهمة جدا للمنتخب الولمبي وازمة السفر الى فرنسا لخدمة اسقر اعداد في مدينة بوردو قبل المشاركة في الالعاب الولمبية اكيد فيه ازمة حاليا للاتحاد المصري اعلى من خلال حساباته الرسمية اخر التطورات بشأن سفر منتخبنا الولمبي حلقة فيها كواليس وتفاصيل مهمة ربنا يقدرنا بس نعرض كل هذي التفاصيل من خلال وقت الحلقة لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز اسأل حضراتكم من اللاعب اللي تتوقع تقلقه في مباراة الاهل وبيرامدز وعايز اسألكم كمان على توقعاتكم لنتيجة اللقاء اللي هيتلاقب بإذن الله يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال والتوقعات اللعب اللي هيتقلق ونتيجة اللقاء من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من توقعاتكم على سؤال حلقة النهاردة من برنامج التريند لكن نروح دلوقتي لأهم العنوين البداية في التريند الأهلي الفريق يستاني في تدريباته استعدادا لمواجهة بيرامدز وفي التريند المحلي تأخر الصفر بأسة المنتخب الأولمبي إلى فرنسا بسبب التأشيرات وفي التريند العالمي هولندا تواجه إنجلترا على التأهل لنهاء اليورو مبرح بالتأكيد تابعنا مباراة فرنسا وأسبانيا والنتيجة اللي نجحت فيها أسبانيا للتأهل للنهائي بعد الفوز على فرنسا 2-1 النهاردة الطرف الثاني ممكن يكون الطواحين الهولندية أم الإنجليز يعني اللي أنشأوا وصنعوا اللعبة بإذن الله ممكن هنشوف ده النهاردة الساعة 10 النهاردة اللقاء الثاني في الدور نصف النهائي ما بين هولندا وإنجلترا الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة كوبا أمريكا واللقاء الثاني في الدور نصف النهائي في الساعة الثالثة من صباح الغد الخميس فجر الخميس أوروكوي هتلعب مع كولومبيا عشان يواجه الأرجنتين في نهائي بطولة كوبا أمريكا دي أبرز مباريات اليوم هولندا وإنجلترا وأوروكوي وكولومبيا نخرج إلى فاصل